أخونا عبد الله سأل عن الانحناء في الصلاة أثناء الصلاة لأجل التقاط شيء ما سقط فالمصلي ينحني ويأخذه هل يؤثر هذا في صلاة أم لا؟ نعم يؤثر إذا كان هذا الملتقط هذا لا يخش فيه تلف مال أو ضياع شيء أو يكون سبب لإزعاج المصلين أو نحوه مثل الجوار سقط وفيه صوت وفيه موسيقى يعني صدرت خطأا هذا مما يشرع لكن سقط شيء ولا يخش على السرقة ولا تلف ثم يركع هذا غير مناسب يعني طائفة كبيرة يرون أن الصلاة باطلة تبطل لأنه أتى بما يشبه الركن لكن عند وجود الضرورة وكذلك الحاجات العليا ونحوها يجوز أما النافلة فالأمر فيها واسع الأمر فيها أوسع لكن ما يتعلق بالفرائض فلا يفعل هذا البتة إلا إذا خشي على تلف نفس أو تلف عضو أو ذهب مال أو إزعاج شديد لا يتحمل الإنسان وهو يصلي ما يستطيع أنه يتحمله أما معد ذلك فلا أراه وربما كانت الصلاة باطلة إذا فعل فيها ما يشبه الركن نعم ترجمة نانسي قنقر